في مرة تانية أحبائي امرأة تنزف دم بدون توقف 12 سنة راحت عند كل سبيشاليست الأطباء وأنفقت كل معشتها ووصلت إلى حالة يائسة بائسة وأخيرا في حالة إيمان أو بحالة مستقتلة فيها إيمان ممزوج بهذه الحالة اليائسة بإيمان البسيط قالت بس لو لمست الثوبة بتاع يسوع المسيح وفعلا لمسته خرجت قوة من يسوع سأل من الذي لمسني القصة بتقول أن هذه المرأة شفيت في الحال لكن حتى يوضح المسيح لكل المعاصرين واللي كانوا موجدين حوالي فقال لها اذهبي بسلام إيماني قد شفاكي هذه المرأة كانت تدرك تقصيا أن محرم عليها أصلا تقترب إلى مكان الرجال وأيضا تقترب إلى يعني الرابايز أو المعلمين فكم بالحر يسوع المسيح اللي كانت تزدحم ألاف من الجماهير لتسمع تعليمه ففي هذه الحالة المستقتلة قالت عاوزي ألمس هدوب ثوبه وفعلا وقف النزيف فطهرت وأبرأت في الحال والرب أعطاها نعمة الخلاص وأكد لها هذا الشفاء اللي عاوز أقوله أحبائي بحسب الشريعة اللي بيلمس مية بيتنجس واللي بيلمس أي امرأة نازفة دم أو حتى في الدورة شائعة بيتنجس بحسب الشرائع اليهودية لكن المسيح لم يتنجس بل طهرت وطهر الميت طبعا بكمال يسوع المسيح بالقداسة الكاملة من خلال يسوع المسيح اشتركوا في القناة